الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعالية النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية والتي تنطلق بمدينة سان باترسبورغ ومن المقرر أن تتضمن القمة الثانية هذا العام عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنسانية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا وبشكل سلمي وذلك من أجل الحد من المعاناة الإنسانية القائمة وإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية على دول العالم خاصة الدول النامية والأفريقية ومن أجل أيضا الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وخلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر قسطنطين بمدينة سان باترسبورغ أعرب الرئيس السيسي عن حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات مشيدا بالتعاون التنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة في مجارية خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأيضا مشروع إنشاء محطة ضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية من جانبه رحب الرئيس الروسي بزيارة الرئيس السيسي إلى روسيا مشيدا بالدور الهامل الرئيس السيسي في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019 أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها تتقدم تدريجيا في الجنوب وأن الجيش بصدد استقبال شحنة من 1700 طائرة مسيرة هجومية واستطلاعية للمساعدة في الهجوم المضاد وأعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات تقدمت نحو مدينتي ملتوبول وبرديناسك في الجنوب على بحر أزوف مشيرة إلى أنها تهاجم بنجاح في الشرق على أطراف بخموت دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم في وقت يطاوق جنود القصر الرئاسي ويزعمون أيضا أنهم استولوا على السلطة وخلال زيارته إلى نيوزيلاندا قال بلينكين أنه أكد في اتصال صدق مع الرئيس بازوم على دعم الولايات المتحدة الأمريكية له بصفته رئيسا لنيجر منتخبا وبشكل ديمقراطي وأعلن بلينكين أن استمرار المساعدات التي تقدمها واشنطن لنيجر مرهون بالحفاظ على الديمقراطية في النيجر أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي مصرع طاقم إحدى الطائرات التابعة لقوات الجوية السعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط وقال المتحدث العسكري السعودي أن المقاتلة سقطت أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأضف أن لجنة تحقيق بشرت مهمها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بمقدر ربع نقطة مئوية مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير في يونيو الماضي في استجابة للبيانات التي أظهرت تباطؤا في معدل التضخم وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25% إلى 5.5% وهي الزيادة الحادية 10 منذ مارس 2022 وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي رجحوا خلال اجتماعهم الشهر الماضي زيادة الفائدة مرتين هذا العام حيث جاءت هذه التخمينات محبطة للأسواق بعد أن كانت تتوقع توقف الفيدرالي عن سياسته النقضية المتشددة بخاصة عقب اتخاذ قرار التثبيت في يونيو الماضي سنسل الاحتياطي الفائدرالي عن السوق المتشددة